السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجال التعليق على رسالة وصول السنة للإمام أي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله والترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء وهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفل لنا ولإخواننا من لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء وهذا لذكر رحمه الله هذا محل اتفاق من أهل العلم وإجماع ودلت عليه الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو حقيقة الإيمان به سبحانه وتعالى والترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم رضي الله عنهم وراضوا عنه وإن كان الترضي هو الذي جاءت به النصوص فكذلك الترحم فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترحم على بعض أصحابه وقال رحم الله موسى كما في الصحيحين وقال كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها رحم الله قلان قد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها إلى غير ذاك من أدلة فالترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عليهم هذا هو الواجب لما قدموه رضي الله عنهم من بذل النفوس وترك المحبوبات والمألوفات من الأهل والمال والولد كله في ذات الله حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى وجعل العاقبة لهم رضي الله عنهم قال لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان لنسبقونا بالإيمان فلن يؤمن يعني لأنه قال في أول رسالته أن يؤمن الرجل فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق ولهذا كان الاستغفار لهم والدعاء لهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قول الذين جاءوا بعد ذلك ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان والذين سبقونا بالإيمان والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحشر وفي غيرها من السور هذه المراتفة قال سبحانه كما ذكر ورحم الله في قول الفقراء المهاجين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين تبووا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقوم ربنا أغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهذا التقسيم ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التوى في قوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم وعدهم جنات تجري من تحتنا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رضي الله عنه ورضوا عنه فالله رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى فذكر سبحانه وتعالى هذه القسمة الثلاثية في هاتين السورتين فذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فالأولون هم المهاجرون ثم بعد ذلك الأنصار يعني في الرتبة ثم من تبعهم بإحسان فشرط في من تبع يكون بإحسان وكما ذكر هنا والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا وفلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان فهم الذين سبقوا بالإيمان ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدلوا النفوس والنفيس من المال وقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا لشيء إلا أنهم تغون فضلا من الله ورضوانا يريدون الفضل والمثوبة والأجر منه سبحانه وتعالى وينصرون الله ورسول وغايتهم ونصرة هذا الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهاد أعداء الدين الذين أبوا أن يسلموا وينصرون الله ورسوله ولهذا قال أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون هم الذين صدقوا في إيمانهم صدقوا في اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء بضمير أولئك هم الصادقون هذا الضمير هو ضمير البصر فإشارة إلى أن حصر هذا الصدق وقيل إنهم يعني فيها إعرابان أولئك مبتدى وهم قيل إنه ضمير فصل لا محل له المعراب جاء به لتأكيد المقام والصادقون هو الخبر الصادقون هو الخبر وقيل إن أولئك مبتدى وهم مبتدى آنهاني والصادقون خبر مبتدى الثاني والجملة من المبتدى الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدى الأول فهؤلاء هم الصادقون ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم رضي الله عنهم وقدموا لهم كل ما يجدون وآثروهم مع حاجتهم ولهذا قال سبحانه وتعالى قال في آيات قال وآت المال على حبه آت المال على حبه يعني مع حبه له مع أنه فاضل عن حاجته لكنه يؤتيه عن محبة فإذا كان المال فإذا كان من يؤتي المال وهو يحبه وفاضل عن حاجته له هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى فكيف بمن يقدم المال ما حاجته إليه وشدة الحاجة إليه وقلت ذات اليد لكن لصدق المحبة والمودة في ذات الله سبحانه وتعالى فإنهم آثروهم على أنفسهم ولهذا قال سبحانه في هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شدة شدة حاجة إلى هذا المال لكنهم يؤثرون على أنفسهم وهذا هو الإثار الحقيق ولو كان بهم خصاصة شدة في الفقر لكنهم ما وقع في قلوبهم من صدق المحبة والمودة لهم فإنهم آثروهم على أنفسهم ولا ولا يجدون في نفوسهم حاجة لا يجدون في نفوسهم حسدا على ما آتهم الله سبحانه وتعالى لأن الجميع تمعوا في ذات الله في الحب في الله فقدموا لهم كل ما يستطيعون تقديمه مع حاجتهم بل شدة حاجتهم إليه ولهذا صح من حديث أنس رضي الله عنه عند أهل السنة أن المهاجرين قالوا يا رسول الله لقد خشينا أن يذهب الأنصار بالأجر كله لقد واسونا بأموالهم واسوا بكل ما يملكون فقال النبي لا ما دعوتم الله لهم يعني يدعوا لهم فمن دعا والجهر في الدعاء يدعوا على خير عظيم وإن آثره أخوه بذلك وثبت أيضا بصع البخاري من حديث أنس من حيب هريرة ما معناه أن الأنصار رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام كل منهم يقول لما أقطعهم شيئا من المال وشيئا من الأرض قالوا إلا أن تقطع إخواننا لما أقطع لأنه يقطع الأنصار قالوا يا رسول الله إلا أن تقطع إخواننا بمثل ما أقطعتنا فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه الخصرة فيهم وقال إنكم ستجيون أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض هكذا كانوا رضي الله عنه وهذا هو الواجب في من سلف من هذه الأمة محبتهم والاستغفار لهم كما أخبر سبحانه وتعالى وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة استغفرون ويدعون لهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم لما من الله عليه سبحانه وتعالى من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه وحفظ الدين فهم حفظوا الدين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى بحفظ الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فنشروا العلم في الأقطار وتلقى عنهم التابعون العلم وهكذا حتى دون هذا العلم في كتب السنة وانتشر العلم وانتشرت السنة وهذا ضد ما يتفوه به أصحاب البلعة والضلالة من التعرض لهم أو سبهم أو سب بعضهم كل هذا من المنكر العظيم من المنكر العظيم فحب الصحابة كما يقول بعضهم حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربة بها أتوسل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولكلهم قدر على وفضائل ولكن ما الصديق منهم أفضل فهم مراتب رضي الله عنهم لكن محبتهم جميعا هذه هي طريقة السلف لا يفرقون بين أحد منهم بل يحبون الجميع ويدعون ويستغفرون لهم وما حصل بينهم من أمور هذه يسكتون عنها ولما لهم من الفضائل والمناقب وتواترت من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن كثير من من جاء بعد ذلك زعموا أنه يحبون بعضا ويبغضون بعضا وهذا من العجب كيف يحب يبغض أحبابه وأقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام وأخبر بحبه لهم وأخبر في الأخبار الكثيرة في فضلهم وعلى رأسهم أو بكر وعمر ومع ذلك يكونون محل السب والشتم والعياذ بالله هل هذا إلا عين سب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فمن رام أن يحب أحدا منهم ويبغض أحد فقد فارق ما عليه السلف الصالح بل ذهب بعض العلم في بعض الصور أنه يكفر بذلك ويخرج عندي لأنه تكذيب للنصوص التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وما تواتر في سنة رسول الله سلم من فضلهم وفضائلهم رضي الله عنه وخصوصا الشيخين رضي الله عنه ولهذا السلام يكاد أن يجمع بل حكى بعضهم يجمع على أن ما وقع من محبة بعضهم أو الدعاء محبة أهل البيت أن هذا كذب وزر وأن اتخاذ محبة أهل البيت إنما اتخذ وسيلة لأجل سبهم وشتمهم وهذا سبيل وطريق إلى أن الدين لا يصح وأن الدين باطل ولهذا قال بعضها العلم الرفض دهليز الزندقة الرفض دهليز الزندقة لأنه إذا كان أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام وأفضلهم على هذا الوصف العياذ بالله من تكفيرهم أو تفسيقهم فالمعنى أن الدين لم ينقل إذا كان نقلته على هذا أن الدين باطل وصرحوا بذلك صرحوا بذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو واقعهم لهذا قال جمع من السلف رحمة الله عليهم إنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا والجرح بهم أولى وهم زنادقة وحك هذا غير واحد من أهل علم لا شك أنه حين يقال لهم على هذا الوصف فالمعنى أن نقل الدين لا يصح لأنه هو الذي نقل الدين وحفظ الله بهم الدين فالمعنى أن الدين باطل وهذا هو الذي قصدوه حتى اعترف كثير منهم بهذا اعترفوا لما أخذهم بعض الولاد واندعاهم وقال ما الذي يحملكم على سب الشيخين ما الذي يحملكم؟ الشيخان رضي الله عنه الذان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أظهر الله بهم الدين وحفظ الله بهم الدين خاصة في عهده بكر في قصة قصة بمرتدين ونحو ذلك مما صار من هذا الموقف العظيم منه رضي الله عنه واجمع الصحابة معه ثم عمر رضي الله عنه بعد ذلك وهكذا صحاب بعد ذلك ثبت الله بهم الدين وأظهر بهم ملة فما الذي يدعوكم إلى ذلك؟ فقالوا ما أردنا إلا صاحب القبر ما أردنا إنما أردنا صاحب القبر أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواقع لكن يعني في أنه علموا كما يقول أنه أن الناس لن يقبل منهم لن يقبل منهم لأن زندقه ظاهرة وكفر ظاهر لكن اتخذوا هذا طريقا وشبيلا إلى حرب هذا الدين وهدم هذا الدين وهذا نص عليه كثير من أهل العلم وهذا ظاهر في كون هؤلاء يشبون من ظهر منه تبريج في أمر من أمور الدين في عد الصحابة مثل مثل أبي هرير رضي الله عنه في كثرة رواية الحديث ف دواوين السنة وكتب الحديث ممتلئة من رواية أبي هريرة ولهذا يبغضونه بغضا عظيما لأن الله سبحانه وتعالى حفظ بهم وخصوصا من كان كثير رواية كأبي هريرة حفظ بهم السنة عائشة رضي الله عنها لماذا يقع عليها والعياذ بالله ما يقع من سبها واتهامها ولا شك أن مثل هذا القول تكذيب لكتاب الله وهذا كفر ورده عن دين لدين لدين لمن ادعى عنه مسلم لماذا لأنها لأن الرسول عليه الصلاة وحبها وجاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام بهذا فأرادوا غيظ النبي عليه الصلاة والسلام بسبها رضي الله عنها إذ كيف تكون حب نساء إليه تكونوا على هذا الوصف العياذ بالله وهكذا سائر الصحاب عمر رضي الله عنه أو بكر كذلك حب أصحابه هو من هذا الباب يعني عائشة من جهة النساء رضي الله عنها أو بكر من جهة الرجال وعمر رضي الله عنه بعد أن يبكر في الفضل والمنزلة بين الصحابة رضي الله عنهم لكن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أظهر به الدين وكسر به كسر وأزال به معالم الكفر فلما كسر كسر غاض هؤلاء المجوس غاضهم فعله رضي الله عنه فلهذا قالوا فيه ما قالوا كما قالوا فيه أيها وقالوا كلاما قبيحا مما يتفوهون به والعياذ بالله وهكذا سائر الصحابة معاوية رضي الله عنه أيضا ظهر في عهده من ظهور الدين وامتداد الدين وامتدت خلافة رضي الله عنه منذ تولى إلى أن توفي رضي الله عنه سنة ستين فكان فيه النفع العظيم في انتشار الخير وانتشار الإسلام والجهال في سبيل الله فلهذا تبين بهذا أن القصد بذلك هو هذا الدين هو هذا الإسلام لهذا أهل العين نصوا على أن عقيلة أهل السنة والجماعة هي الترضي عنهم والترحم عنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في الآيات التي تثني عليهم وأن من خالف ذلك فإنما هو مخالف ومصادم لكتاب الله ومن فرق بين بعض وبعض كل هذا باطل ومصادم لكتاب الله سبحانه وتعالى في ترضيه عنهم وما لهم من المراتب العليا رضي الله عنهم ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت خالدين فيها بدا ذلك فوز العظيم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت خالدين فيها بدا ذلك هو ذلك الفوز العظيم لكن هؤلاء عكس ما أخبر الله به سبحانه وتعالى وكذلك في الآيات التي أخبرها بي سبحانه وتعالى في سورة الحشر ولهذا ذكر رحمه الله أنه قال فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس لأن هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل لكنه نفى أن يكون على السنة وهذه جملة فيها تفصيل كلام لأهل العلم في الصحابة ومسألة الشب أو التفسيق أو التكفير نحو ذلك تكلم العلماء وعطالوا الكلام في هذا منهم من كفر بشب أيبكر رضي الله عنه أو شب أيبكر وعمر لأن هذا فيه تكديم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة على أيبكر رضي الله عنه كذلك في عمر رضي الله عنه وكذلك عموم الأدلة التي جاءت بالترضي عنهم وأنهم هم السابقون الأولون في كتاب الله سبحانه وتعالى واتنى عليه في عدة آيات وليس له في الفي حق لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن من يكون له الفي وهم الذين على هذه الصفة الذين أحبونهم وينصرونهم ولا يغتاضون لكن من كان يغتاض لهم فإنه خارج عن هذا الوصف كما جاء عن مالك بن عناس رضي الله عنه ثم ذكر كما تقدم أن الواجب والإجماعة لدل عليه الكتاب والسنة هو أنه يقربنا أغفل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار فلما من لم يقل ذلك بس مجرد أنه ما قال فكيف من عكس القضية والعياذ بالله ليس أنه ترك الاستغفار والدعاء لهم لا وقع في السب والشتم وأقبح من ذلك التكفير هذا أقبح وأقبح لما تقدم أنه إنكار وتكذيب لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءت النصوص في هذا في ترح كما أشار رحمه الله إلى هذا وسبق لشاره إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير في كثير من الأخبار ترحم على بعض أصحابه بل على موسى عليه الصلاة والسلام قال رحم الله موسى في قصته مع الخضل ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى وهي مما يجب الإيمان به فقال رحم الله والقرآن كلام الله سمعت سفيان ابن عيين هي يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا يعني ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو فرعا ذلك والإيمان بالله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى وأنه منزل غير مخلوق وأنه منه بدأ وإليه يعود وأن الله سبحانه وتعالى متكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وقد تواترت الأقوال عن السلف في هذا لما جاء في النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى في وصف كلامه وأنه تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وإن أحد من المشيكين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه وكلمه ربه وقال سبحانه وإذ ناد ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين والنداء صوت الرفيع كما هو إجماع أهل اللغة أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان وقال سبحانه في حق آدم أبينا آدم وأمنا حواء وناداهما ربهما ألم أنكم عندكم الشجرة أقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين وقال سبحانه ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين وقال سبحانه وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا كلها دلة دلة بل صريحة في أنه كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فأجر حتى يسمع كلام الله وأنهم بدينوا كلام الله بعدما قالوا هذا لا يكون إلا بسماعه فهو تكلم الله به سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به حقيقة وأنه بصوت وأن هذا محل إجماع من السلف محل إجماع من السلف بل جاءت نصوص بهذا معا دلالة القرآن في هذا واضحة في قوله حتى يسمع كلام الله وقوله يوم يناديهم وتكريم الله سبحانه وتعالى لموسى فكل هذا لا يكون إلا بصوت إلا بصوت وهذا محل إجماع وثبت في الحديث صحيح البخاري وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه فقال رحمه الله أو ذكر حديث بسعيد الخدري الطويل وفيه أنه يناديهم بصوت يسمع يناديهم بصوت ينادي آدم أو ينادي آدم يقول الأخر اجبعث النار في حديث عبد الله من أنيس عند أحمد وغيره فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا هو الواجب في اعتقاد كلام الله سبحانه وتعالى ولا ترد تلك الشبه وتلك الخزعبلات الباطلة من كون هذا لا يكون إلا بصفات معينة وأن الصوت لا يكون إلا من كذا وكذا أمور تدل على من قائلها أنه لم يقدر الله حق قدره إذ قاس الله على خلقه وإذ أراد أن يتجاوز بعقله أمورا لا يعقلها ويريد أن يكيف كلام الله سبحانه وتعالى يكيف صفات الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع أثبت السمع والبصر لكن أخبر أنه ليس كمثله شيء فهذا الواجب أن نثبته حقيقة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وأن هذا الذي يعقل حين يخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام وينزل به جبرايل عليه الصلاة وسمعه جبرايل من الله سبحانه وتعالى وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبرايل ثم النبي عليه الصلاة والسلام سمعه منه المسلمون على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم فهذا هو القرآن بهذه الصفات بلسان عربي مبين فنؤمن بحقيقة وجاءت كما تقدم يدل في هذا في كتاب الله وصراحة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه بصوت ولا تلزم هذه اللوازم الباطل لأنها قياس على قياسه قياس المخلوق على الخالق ومعلوم أن شرط القياس منتفل في هذا ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى ونؤمن بأن كل صفة ثبتت ولزم منها لازم حق فإنه حق لكن هذه اللوازم باطلة لأن الله نفى ما يتوحم من هذه اللوازم بل في الأدلة ما يدل على أن من يتكلم من الجمادات ويتكلم من الحيوانات لا يتكلم على الصفة بأن يكون له كما يقول خراق الفم والشفتين ويكون له استكاك الحروف والأصوات نحو ذلك مما يقول هذه الكلمات التي لا يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقول لما خاطر السماوات قالت أتينا طائعين وقال سبحانه وإن شيء لا يسبح بحمده وقال سبحانه وتشهد عليهم أسنة وأيديهم وأرجلهم فأخبر سبحانه وتعالى عن تكل تكريم الأعضاء وعن السماوات ولضى أنها جابت سبحانه وتعالى وقالت أتينا طائعين وكل هذا لا يزم من هذه اللوازن الباطلة فإذا كان هذا في المخلوقات وأنه لا تلزم في هذه اللوازن الباطلة فكيف في حق الخالق سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه هو الواجب اعتقاده كما أخبر سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يتكلم لكن لم يخبرنا كيف يتكلم أخبر أنه نزل وأنه استوى على العرش وأنه يغضب سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الصفات لكن نؤمن بها ونقول الكيف مجهول نفوض أمر الكيفية لكن الصفة نثبتها حقيقة نثبتها حقيقة لا تفوض الصفة نفسها فهذا هو الباطن إنما الشيء الذي لم يبلغ منه علم تقف وقد أحسن من انتهى إلى ما علم من انتهى إلى ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كان حجر يكلمه عليه الصلاة والسلام قبل أن قال إني لأعرف حجرا لأعرف حجرا كان يسلم عليه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك وجاءت الأدلة في سنة رسول الله في بعض الخوارق والمعجزات مما يشهد بهذا فلا يسلط إنسان على هذه الآيات معاولة الإقدام عليها بأنواع من أنواع الباطل بمقتضى أمور اعتقدها قبل ذلك ولم يشتند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى أولو لغة وهذا ظاهر حين ترى كلامهم وتأويلاتهم فيما يقعون فيه والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فهذا هو الواجب ولهذا لو قيل بهذا لزم من ذلك بطلان الأوامر وبطلان النواهي بمعنى إنها إذا كانت مخلوقة وقد بسط العلماء الكلام على هذا وبينوه ولهذا قالوا رحمة الله عليهم إن هذه التأويلات هذه التأويلات الباطلة من التجمها وآل الأمر به إلى أن يقوله هو مخلوق أجمع السلف على أن على الكفر على أنه كافر لكن لا يكفرون المعين إنما هو هم يطلقون مبتدع ومنهم أن يصرح بالكفر لكن من حيث الجملة هم يقولون إن من قال هذه العبارة فهو مصادم لكتاب الله في نصوصه الصريحة وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منها منهم أبو حاتم الراجي وأبو زرعه الراجي حكوا الإجماع على ذلك وأن من لقوا من العلماء في الشام وفي العراق وفي اليمن أنهم يقنوا بكفر من قال إنهم مخلوق وذكروا ذلك في عقيدة لهم رحمة الله عليهم وعلى هذا السنة الله عليهم وحكى الإجماع كما تقدم غيره وواحد منهم لكن فرق بين الحكم العام والحكم على الشخص المعين الحكم العام هذا مبني على أدل كما نقول مثلا مثلا من جحد وجوب الصوم فهو كافر وجوب من جحد وجوب زغت فهو كافر من جحد تحريم الخمر فهو كافر لكن الشخص المعين لا نحكم عليه وهذه مسألة وسوطة في كلامها كذلك أيضا في مثل هذه المسائل قد يقع إنسان في بعض هذه المسائل جهلا منه أو سمع كلاما غر به ولم يعلم حقيقة الحال فهذا يناظر ويبين له النصوص فيوقف عليها وأنها واضحة ومقطوع بها وبدلالتها فإذا صر بعد ذلك على هذا كان معاندا مكابرا صادما لنصوص يحكم عليه بما يحكم على أمثاله ممن أنكر نص من كتاب الله لأن بعد ذلك هذه التأويلات الباطلة مكابرة وكما تقدم هذا يجري في كل مثل هذه الأمور المعلومة للدين بالضرورة حتى في مسائل الفروع الفقية في المحرمات فيما حرمه الله سبحانه وتعالى وفيما أوجبه سبحانه وتعالى فالأمر فيما كان في هذا الباب في صفات الله سبحانه وتعالى ما جاءت به النصوص أعظم وأعظم وهذا قد وقع في عد الصحابة في قصة قدام المضعون في قصته مع عمر وأنه تأول الخامر وشو الخرطان أشربها مع الإيمان التقوى وتأول الآية في هذا وفي المقصة معروفة وفيها أن عمر رضي الله عنه استدعاه وبيّن ذلك أنه إذا تقى وآمن أنه لا يشربها فالمقصود أن من جهل أمرا من الأمور فالله سبحانه وتعالى إنما يحاسبه على مقتضى ما بلغه فيبيّل الأمر فإذا أصر حكم عليه بما يحكم على أمثاله والحادث هذا كثير والله سبحانه والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح المروي من طرق في الصحيحين وغيرهم بل بعضهم يرى أنه متواتر في ذلك الرجل من كان قبلنا الذي قال إذا نميت إذا أحرقوني ثم أسهكوني وانظروا يوما رايح فذروني وفي الأطف فأرموه نصف في البر ونصف في البحر فوالله إلا إن قدر الله عليه لا يعدي من عذبا لا يعدي وحدا من العالمين فهذا أنكر أمرين أنكرهم الكفر البعث وقدرة الله سبحانه وتعالى فما تلافه الله انغفر الله له إلى غير ذلك مما جاء في هذا كذلك هذه المسألة وكما لو أن إنسان لم يصلي ويقول إن الصلاة ليست واجبة ليست واجبة يبين له هذا الأمر يبين له هذا الأمر إن كان جاهلا ثم إذا أصر بعد علمه بالنصوص الوالدة في الصلاة وما نص عليه النبي عليه الصلاة في عدة أخبار بكفر تاريكها مع أن هذه مسألة في خلاف لكن دلت صحيحة صريحة في الصلاة خصوصا على كفر تاريكها وهكذا سائر الأعمال فلهذا أجمع السلامة الله عليهم على هذا الشيء ولهذا حكايته عن ابن عيينة رحمه الله أنه مبتدع هذا لا ينافي من كفر لأنه لا شك أنه مبتدع ولكن لأجل أن هذا أمر يحتاج إلى تفصيل ولأن هذه البعدة اشتهرت وظهرت ووقعت في عهد السلف الصالح يعني بعد ذلك بعد القرون متقدمة في عهد المأمون في عهد أحمد رحمه الله وقصة مع المأمون قصة مشهورة في هذا ومتحين المسلمون في هذا وتحنين أحمد رحمه الله وبعضها العلم جاوب وتأول في هذه المسألة من باب أنه من باب دفع الضرر عن نفسه ولكن أحمد رحمه الله شدد في هذا الباب وقال لا ينبغي يعني ما معنى كلامه أنهل العلم وأهل القدوة في هذا أن يتأولوا لأن عامة الناس لا يفهمون مثل هذا ولا يدركونه ويظهر أنه تكلم بهذا الكلام وأنه يعتقد فيأخذون على ظاهره فلثبت الله الإمام أحمد رحمه الله على هذا القول حتى أظهره الله سبحانه وتعالى ونصر به الدين في زمان ولهذا يقول بعض العلماء بل شيخ البخار علي المدين رحمه الله كلام معناه إن الله سبحانه وتعالى أظهر الدين في موطنين يوم ردة بأبي بكر رضي الله عنه ويوم المحلم في عهد المأمون لما أظهر الحق سبحانه وتعالى الحق على يد الإمام أحمد رحمه الله فصبر وصابر واحتسب حتى أظهره الله عليهم وظهرت حجته وكمت كل من خلا في هذا الباب فهذا هو الواجب ولهذا هذه البدعة هذه البدعة دخلت على المأمون ومن كان معه وغرر بها ومن حوله من أهل الضلالة والبدعة حتى قال بعضهم من ترجم ليزيد بن هارون السلم رحمه الله وهو إمام كبير من أكبر شيوخ الإمام أحمد رحمه الله وأحفظهم وأجلهم كان إماما عظيما مهيبا قيل إن المأمون لم يجرؤ على إظهار القول بخلق القرآن إلا بعد وفاة يزيد بن هارون لكن والحمد لله كانت العاقبة للمتقين وظهر بذلك الحق وظهر بذلك الدين وكان الناس يقول إحمد رحمه الله كلماته ويقيدون حرفا حرفا ينتظرون ماذا يتكلم به رحمه الله في هذا فلله الحمد ومنه على نصر دينه ونظهر دينه نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين منه وكرم آمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد